دشنت وزارة الثقافة بيت التراث المصري لحماية التراث الإنساني غير المادي بمركز الحرف التقليدية في منطقة الفستات اتذلك بيتزامن مع مرور عشرين عاما على توقيع القهرة لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو حدث ثقافي جديد يضاف إلى إرث مصر الزاخر وجهودها في حماية التراث سواء المادي أو الإنساني غير المادي إنه افتتاح المرحلة الأولى من بيت التراث المصرية بمركز الحرف اليدوية في الفستات ويأتي تأسيسه ليكون مركزا ومرجعا للأبحاث المتعلقة بالتراث الإنساني غير المادي الافتتاحه أجاء بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكلاني ونوريا سانزا المديرة الإقليمي لمنظمة اليونسكو وعدد من كبار المسؤولين حيث يتزامن مع مرور عشرين عاما على توقيع مصر لاتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي هذا البيت سيكونه تحت مزلة صندوق التنمية الثقافية اللي هو بيرع الحدث النهاردة وبيرع الاحتفال بقيت الدكتور وليد قنوش ومعنا في هذا الاحتفال في تدشين البيت والحقيقة هم يستضيفون مرحبين بالبيت ومدركين جدا لأهمية هذا البيت في الثقافة المصرية بيت التراث هو حلقة جديدة من حلقات الصون التراث المصري غير المادية والحفاظ على الهوية لإقامة أرشيف وطنية للتراث والترويج له والاطلاع على إرث الأجداد البيت سيكون مقره إن شاء الله في مركز الحرف في الفسطات التابعة لصندوق التنمية الثقافية الاحتفالية النهاردة لتدشين البيت بحضور عدد كبير من ضيوف من المصريين والأجانب وبإشراف ومشاركة اليونسكو في الاحتفال بالذكرى العشرين لإتفاية صون التراث اللامادي الموجود احنا شغالينا هون من التراث بنشتغل فاطمي دلوقتي وفيه إسلامي فيه حاجات كتير بندرس جلزات وبندرس ألوان وأكاسيد لكن أنا حابة أن أنا أغير كل ده ممكن إحنا أن نستوحى أكيد من التراث لكن بطريع موضرن يعني يعني على طول تعودنا في مبادرة صناعية مصر إن إحنا بنشوف حاجات زي النحاس أو التكفيت الخزف أو حتى الجلود الخيامية لكن هما أدرجوا حوالي أربع حرف جديدة منهم حرفة الأيمة يعتبر إطلاق بيت التراث خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافية وحصنا للتراث ضد محاولات طمس الهوية حيث تعمل الدولة على جمع وتوثيق التراث المصرية غير المادية لكي نحفظه للأجيال القادمة